بنيمين نتنياهو وعد الشعب الإسرائيلي بأن يحيل قطاع غزة إلى ركام ولا يمكن إحالة قطاع غزة إلى ركام إلا بالتدمير الممنهج لكل المباني ولكل البنى التحتية لقطاع غزة على رأس ساكني وأخطر التصريحات جاءت من وزير الدفاع وأقول أخطر التصريحات لأن وزير الدفاع هو المسؤول الإسرائيلي الأول عن شؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة فهو الذي يتحمل التبع الأولى عما يجري هو قال سوف نغلق قطاع غزة لا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا دواء وسوف نغلق هذا على هذه الحيوانات البشرية استخدم هذا التعبير الحيوانات البشرية وسوف نعطيهم ما أرادوا أن يأخذوا يعني سوف نتعامل معهم على هذا الأساس وهناك العديد من التصريحات من ضباط ذوي رتب عالية في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين أيضا في المراتب السياسية إنما أعلى وأخطر بيان صدر هو ما صدر عن رئيس الحكومة وعن وزير الدفاع وبالتالي هناك إعلان رسمي يعني هذا ليس تقرير صحفي أو استنتاج لباحث في مركز أبحاث هو بصريح النص وصريح العبارة أننا سوف نتعامل مع هؤلاء كحيوانات بشرية ترجمة نانسي قنقر